لو هنقول أهم إنجاز في حياتك لحد دلوقتي حققته، هيكون إيه؟ لا، وجدي إن أنا لعبت في نادر أهلي ده أهم إنجاز؟ آه طب إيه القرار اللي لو رجع بيك الزمن تاني؟ هتاخده برضو؟ وإيه القرار اللي مش هتاخده؟ طب نبدأ باللي مش هاخده إن أنا مشيت من نادر أهلي لأن كنت لسه صغير برضو كنت 23 سنة 24 سنة وأنا كنت أحب إن ألعب ألعب كورة بموجود في الملعب دايما فكررني إن أنا أمشي من نادر أهلي ده كان كررت بالنسبة لي صعبة جدا ولو عاد بيه الزمن عمري ما كنت أأخده القرار ده لأن الحمد لله وأنا في نادر أهلي كان ناسمي متنبئي اللي بشكل كبير جدا أنا أقب أحاجة كبيرة وأنا اللي كررت إن أنا أمشي يعني حتى مش مقدس فرجع عامر أصر إن هو يخدني من نادر أهلي والباشموندس عدل الكي يعني موجود حي يورزل طبعا تمنى له الصحة والسلامة لكن أنا قررت إن أنا أمشي كان أكبر غلط بالنسبة لي ليه قررت كده أصلا؟ زي ما قلت لك حاب إن أنا ألعب أنا من لعبة اللي أحب إن أنا دايما الرجلة تبقى موجود في الملعب يعني لو عدت إحتياطي موضش ممكن أتدائج جدا ويبقى مودي ووحش خالص وأعرفش أتعامل ده حب في الكورة مش أكتر يعني آه طبعا هو أي لعيب عمتا وده بيبقى أطموح أي لعب في أي نادي بالضبط بس عد بيبقى برضو كرار غلط يعني أنت برضو ممكن أن يبقى المدرب أنا لوقتي مدرب وعارف متطلبات المدير الفني كل ممتش بتوى ماشي أزاي ممكن المدرب مش مش محتاج هاني محتاج حد تاني يقدب بشكل كويس أو بوظائف معينة مدير الفني عاوزها لكن أنا أنا بلعب طبعا ما كانش في دماغي الكلام ده خالص كان كل هم إن أنا بقى موجود في الملعب وإن أنا حاب إن أنا بقى موجود في الصورة دايما وحاب إن أنا عامل الحاجة اللي أنا بحبها فهو ده الكرار الوحيد إن أنا حاجته غلط في حياته مش هتعمل طبق القرار اللي هتعمله الكرار اللي أنا هعمله والله مش عارب دلوقتي بس كان نفسي أطول في الملعب أكتر من كده يعني أنا بطلت بدر شوية بطلت 34 سنة أنا شايف إن هو كان بدر شوية كان نفسي إن أنا أفضل فترة كبيرة جدا في الملعب لإن أنا حاب الكرة بشكل كبير جدا يعني والحمد لله يعني إن أنا قدير ترجع عليها تاني بس كان دول فرق يعني كمدرب عام في نادي اسموحة أو كان درب يعني سابق في نادي اسموحة في الناشئين يعني طب ده قرار نفسك تعمله في قرار إنت عملته و هتعمله تاني لو رجع بكل وقت هو إن أنا روحت النادي الأهلي يعني أو يعني إنت قرارش تعمله إنك سبت النادي الأهلي و قرارلت أعمله إنك روحت النادي الأهلي في سجل على حالك الحاجة النادي الاهلي بجد يعني مش اي حد يقدر يقول اللي انا بقوله ده الا لما يكون داخل النادي الاهلي بجد ده مش كلام والله العظيم ده حقيقة فعلا النادي الاهلي تحس ان هو بيتك تحس ان انتي بتعامل مع الناس انت عائلة واحدة انا اشتغلت في قناة النادي الاهلي حوالي السنة قريبا او عشر شهور كنت مبسوط جدا 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 بالفترة لان قضيتها في قناة النادي الاهلي وحتى لما مشيت بروحت النادي سموحة ما جلت من أحمد سامي قد إيه برضو أن ده أثر فيه شوية أن أنا بعدت عن نادي الأهل الحاجة الوحيدة اللي أنت بتنتمي لها فنادي الأهل بالنسبة لي نفسي أن أنا أفضل موجود في نادي الأهل طول حياتي كلاعب وبعد ما بطلته أو كأي حاجة أي جزيشة موجود في نادي الأهل مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرغاني كامل مع حضرتكم مرة تان